أهلا بكم من جديد والآن إلى شباك هاشتاغ الذي نخصصه اليوم لأبرز ما تم تدوله في الأردن على مواقع التواصل الاجتماعي مع مرسلنا ليث الجبور مساء الخير يا ليث وأهلا بك إذن الأسبوع الثالث على التوالي يستمر إضراب المعلمين ونتحدث عن الهاشتاغ نفسه بالفعل ديما مساء النور لك ولجميع المشاهدين الكرام يعني ما زال موضوع إضراب المعلمين يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي هنا في الأردن للأسبوع الثالث على التوالي كما أسلفتي هذا الإضراب الذي اليوم شل الحركة التعليمية بشكل كامل في الأردن وفي كل المحافظات وتحديدا في المدارس الحكومية نتحدث عن أكثر من 140 ألف معلم ما زالوا يعني غائبين تماما عن الصفوف الدراسية يأتون إلى مدرسهم صباحا ولا يدخلون الغرف الصفية بقونا في الساحات المدرسية فقط نتحدث عن أكثر من مليون و300 ألف طالب أيضا ما زالوا يجلسون في بيوتهم منذ بدء العام الدراسي حتى اليوم نتحدث اليوم عن محاولات ووساطات نيابية واجتماعات بين الحكومة ونقابة المعلمين حتى يصلوا إلى منتصف الطريق أو يقوموا بحل هذه الأزمة لكن دون أي نتيجة ودون أي جدوى ما زال الأضراب مستمر ما زالت النقابة تقول أنها لن تتراجع عن مطلبها وهو زيادة على الرواتب بنسبة 50% وما زالت الحكومة أن تقول أنها لن تستطيع إقرار هذه الزيادة بسبب الوضع الصعب في ميزانية الدولة وأن هذه الزيادة ستتسبب كما قالت الحكومة بانهيار مالي كبير للدولة اليوم يقع الطالب ضحية بين كما يقول كثيرون بين فكي هذه الأزمة لرمما بين مطالب المعلمين وما بين إصرار وتعنة الحكومة الأردنية على عدم الموافقة على هذه المطالب النقابة قالت في أكثر من بيان أن بابها مفتوح للحوار والحكومة ردت بنفس البيان أن أيضا بابها مفتوح للحوار لكن هذا الحوار لم يأتي بنتيجة وما زال الإضراب مستمر كثيرون بالفعل من أولياء الأمور تحديدا يقولون أن على الحكومة أن تقوم بحل الأزمة وتحديدا وزارة التربية والتعليم بالنهاية أنا يعني لا علاقة لي بهذه المشاكل الوظيفية أو المهنية التي تتعلق بين معلم والوزارة التي يعمل بها أنا لي علاقة بابني وحقه المقدس في الحصول على التعليم والعلم يعني كثير من الرسوم أو الوسوم عفوان والهاشتاغات التي خرجت على هذا الموضوع من بينها مع المعلم حق المعلم إضراب المعلمين إضراب الكرامة نقرأ على إضراب المعلمين تحديدا بعض التغريدات نبدأ مع سهيب سهيب يقول زعلان كثير لأنه ابنك الصغير عطل أسبوعين عن المدرسة مش زعلان لأنه ابنك الكبير متخرج من خمس سنين وبعدك بتصرف عليه يتساءل سهيب في إشارة إلى حجم البطالة الكبير في الأردن فاتن تقول عند حل أو عند أي أزمة بتحصل بأي بلد أول قرار بيكون استقالة المشؤول عن الأزمة عندنا بالأردن العكس اللي بيطالبوا بحقوقهم بنروحهم أما هلدات قالت لأسبوع الثالث من إضراب المعلمين القصة مش قصة زيادة خمسين في المئة عن راتب ولا قصة فزلكة وكسر عضلات واستعراض القصة ببساطة حق وكرامة قوة وأسرار لا داعي كما تقول هلدا لمؤسسات تتدخل في عمل الوزارة ارجعوا للنظام وفعلوا دور ديوان الخدمة المدنية أما سعد فكتب يقول بصفتي ولي أمر الطلبة ربا وبشرة وعمر أطالب الحكومة بالاستجابة لمطالب المعلمين ليتمكن أبنائي من استكمال تعليمهم أما محمد فيكتب خبر عاجل ساخر يقول بعد تأكيد الوزارة وتأكدها من أن نسبة الإضراب مئة في المئة وزارة التربية والتعليم تطلب تزويدها بأسماء أولياء الأمور الذين لم يرسلوا أبنائهم إلى المدارس في إشارة إلى أن الوزارة طلبت من المعلمين أن يذهبوا إلى المدارس ويبدأوا الدوام لكن لم تكن هناك استجابة من المعلمين فاليوم لربما الوزارة تريد أن تعاقب أولياء الأمور وليس المعلمين هذا من خلص الهاشتاغ الأول دي نعم ليس وننتقل إذن إلى الهاشتاغ الثاني وهو يعني هاشتاغ ربما فعلا مؤسف وحزين هو وفاة الدكتور ردوان السعد الذي يعني كان كريما جدا مع مرضاه يعني أعتذر ديمة لم أسمع السؤال جيدا لكن بمخص فقط تنويه نعم فقط تنويه نحدث بالفعل عن الطبيب المرحوم ردوان السعد نعم يعني الطبيب المرحوم ردوان السعد الذي بالفعل يعني كان يعني يخدم أكثر من أربعين عام في مهنة الطب الطب العام تحديدا في محافظة إربد شمال الأردن هذا الطبيب أسمي بطبيب الفقراء وطبيب اليتامة الذي فعلا وطبيب المساكير أيضا الذي فعلا كان يقوم بخدمة أهالي المنطقة التي يسكن فيها بسبب يعني لربما الحاجة المالية الضرورية والملحة لهؤلاء كما يقول كثيرون ممن كانوا مقربين من الطبيب الراحل بأن الدكتور ردوان السعد لم يكن يتقاضى سوى دينارين فقط كشفية علاجه ومن لم يكن يحمل هذا المبلغ البسيط فيقوم بعلاجه مجانا وكانوا يقولون بأن بهذه الكشفية وبهذه المبالغ البسيطة والزهيدة كان يقوم بتجميعها في العيادة ويقوم بجولة يومية لبعض المورضة الذين لا يستطيعون الخروج والقدوم إلى عيادته فيقوم هو بنفسه بزيارتهم وتقديم العلاج لهم وأيضا شراء الأدوية إذا احتاج ذلك الطبيب توفي وبعد أن توفي سمع عنه الأردريون كثيرون لم يكن يعلمون ويعرفون من هو الطبيب الدكتور ردوان السعد يعني لربما الجنازة المهيبة ويعني زخم التغريدات والتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي هذا الطبيب جعلت الكثيرين يعني يتصفحون يعني صوره ويقرؤون الأخبار عنه ليعلموا على مدى أربعين عاما ماذا كان يقوم بهذه المهنة الإنسانية نقرأ على هذا التعليق وعلى هذا الهاشتاغ تحديدا ردوان السعد على سبيل المثال سارة كتبت تقول خسرت الإنسانية أبرز رجالاتها برحيل الدكتور ردوان السعد كان رحمه الله قبلة المرضى الفقراء في إربد طوال فترة مزاولته لمهنة الطب منذ أربعين عاما كشفيته لم تتجاوز الدينار ومن لم يملك الدينار علاجه مجاني قضى عمره في علاج البسطاء حبا وتطوعا حتى آخر لحظة من حياته أما أحمد فكتب يقول قرأت عن طبيب الفقراء ردوان السعد قصة ملهمة ومؤثرة عن إنسان نبيل آمن بأن الطب رسالة وليس تجارة وليس حتى مهنة رسالة إنسانية وحسب أما أمل فكتبت عسى أن ينال الردوان من الله والسعد في جناته جزاء عمله الطيب النبيل وأحمد عوض يقول العمل الإنساني ممارسة جسدها أو جسدها الفقيد عمليا والناس عبرت عن تقديرها له بشكل واضح في إشارة إلى الجنازة الكبيرة التي شارك بها الآلاف من دون تأثير أي سلطة رحمه الله كما يقول أحمد عوض أما بلال فيقول أخيرا الطبيب الإنسان ردوان السعد طبيب الفقراء يغادرنا بعد مسيرة امتدت لأكثر من أربعين عام في خدمة أهالي إربد عامة وهو الذي نذر نفسه وعلمه في خدمة الكادحين وداعا أيها الطبيب النبيل هذا بما يخص الهاشتاغ الثاني ردوان السعد نعم ليس يعني العمر لكم البقية بحياتكم وشكرا جزيلا لك ونلتقي الأسبوع المقبل ترجمة نانسي قنقر